ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة حيث كان في استقبالهم سعادة رئيس المراسم الملكية اشتركوا في القناة 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 سفير جمهورية مغدوني الشمالية سفير جمهورية اوغندا سفير جمهورية چيلي سفير جمهورية رومانيا سفير اوغندا سفير اوغندا سفية جمهورية ملاوي سفير مملكة دوسيتو سفير جمهورية قواتيمالا سفية جمهورية سلوفينيا سفير جمهورية بيرو سفية جمهورية بنزولا البوليفارية سفية جمهورية مالي سفية جمهورية لاوس الدماغراطية الشعبية سفية جمهورية البرتغال سفية جمهورية بروندي سفية جمهورية سافية جمهورية نيكاراكوا سفير مملكة كمبوديا وقد نقل سموه حفظه الله للسفراء تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرؤساء دولهم وتمنيات جلالته للسفراء بالتوفيق في مهم عملهم الدبلوماسي بما ينمي ويعزز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم وتمنياته لدولهم مزيدا من التقدم والازدهار فيما نقل السفراء تحياتي وتقدير رؤساء دولهم إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأخلص تمنياتهم بدوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين في شتى المجالات فيما أبلغهم سموه نقل تحياته إلى رؤساء دولهم وتبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع سفراء الجدد الكلمات الترحيبية مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين مع دولهم الصديقة وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلماسية بما يعزز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين ويحقق الأهداف المشتركة وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة البناء على ما تحقق والدفع بمسارة التعاون ثنائي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة ومواصلة مد جسور التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء على الجميع حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني القائد الحرس الملكي وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسعدت اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية سلام الملك البحريني